سلام المسيح مشاهدين الأحباء الحقيقة المقطع اللي أنا سجلته لكم النهاردة ده يعني هو فيديو بصراحة مش هيكون عاطفي لكن أنا حابة أن أشارك معاكم بعض الأفكار بمناسبة شهر رمضان عنوان المقطع بتاع النهاردة هو رمضان جانا هيسوا يا أولاد فاكرين أغنية رمضان جانا طبعا دي الأغنية الشهيرة اللي دايما ملازمة لشهر رمضان بس عمرك سألت نفسك أو يعني فكرت كده هو رمضان ده جاب معاه إيه بصراحة ممكن يكون عندنا أفكار كتيرة يعني مختلفة من خلفيةنا الثقافية الاجتماعية وإحنا مسلمين وإحنا صغيرين كنا بنستمتع بالعيلة واللمة والخروج والأكل والصهر والكلام ده كله لكن لما عقلنا وفكرنا وكبرنا شفنا الأمور بصورة مختلفة أنا عايزة أقول لكم من وجهة نظري رمضان للعالم كله بيشوف يعني إزاي رمضان بييجي وجايب معاه إيه بصراحة هم من التردي الأخلاقي والروحي في كل مكان في العالم كل مكان في العالم يوجد في حد صايم شهر رمضان ده لازم تلاقي فيه مشكلة اللي بيصلي في نص الشارع واللي بيكسر الخمور في محل عام في أوروبا ومش عايز الناس تحط خمرة في محلاتها علشان خاطر هو صايم عايز يغير قوانين بلاد عمرها ما تعرف يعني إيه يعني الخمرة زي المية عندهم عشان هو صايم مش هيقدر يمنع نفسه مش قادر عينيه تشوف اللي بيفرشوا في نص الشارع ويصلوا علشان أنا صايم ولازم أحافظ على الفرد وأوريكم وأفرد نفسه كل مكان في العالم في حد صايم تلاقي فيه نوع من أنواع الخناقات يعني الفرد اللي هم يعني عايشين وكمسلمين على بقية المجتمع على مدى 12 سنة فاتت أنا قدمت لكم في البرنامج ده كل سنة حلقة عن رمضان وكل سنة كان فيه قصة مميزة أو حدثة مميزة لرمضان السنة دي السنة دي حنشوف حدثة مميزة أيضاً لكن أو قصة مميزة لكن أنا بصراحة قبل ما أتكلم في هذه القصة حاب أن أنا أحط بعض العلامات من التردي الأخلاقي في أخلاق الناس وفي أخلاق المجتمع اللي بيجي مع رمضان كل سنة ما تزعلش من كلامي وما تزعليش من كلامي أنا عايزكم تفكروا شوية في اللي بقدمه لكم النهار ده حقيقي في حياتكم ولا لا الناتج عن العمل اللي أنت فاكر أن أنت بتعمله من أجل الله ده ناتج روحي مؤثر إيجابياً في حياتك في قلبك أولاً وفي مجتمعك ولا لا حدم لكم نقط سريعة للسلبيات اللي بتتكرر كل سنة اللي بيجي بيها رمضان كل سنة واحد أول حاجة يهل علينا بها رمضان هي خلاءات واختلافات بين مفتيين ودول عموماً على المستوى الدولي مفيش سنة عدت على أمة الإسلام إلا واختلفوا رمضان ده يبتدي إمتى علشان الحرفية في إمتى يبتدي شهر رمضان ومين هيشوف الهلال الأول ورمضان يشعبان ينتهي إمتى ورمضان يبتدي إمتى وحنصوم إزاي عشان المسلم ماشي على خط مرسوم له ومش فاهمه ومش يعليه ليه وكمان من المضحك أن اللي بيشوفوا مثلاً الهلال لا هم علماء فلك ولا هم علماء طبيعة ولا هم يعني علماء فضاء ولا هم علماء أي حاجة هم مفتيين شيخ أزهر يعني لا واحد متخصص ولا هو فاهم أي حاجة في رؤية الهلال ده ولكن يعني الشيخ لما يقول والمفتي لما يقول ودار الإفتاء لما تقول يبقى مفيش استقرار على يوم واحد يبتدي في رمضان هو الخلاصة إيه مش إنك حتصوم شهر يعني لازم يعني أول ثانية في شهر رمضان الحرفية الشكليات لكن الواقع بيجيب إيه في حياة المسلم خناءات حتى على المستوى الدولي وتشوف صور غريبة جداً يعني مثلاً على الإنترنت نشوف أنه مثلاً السعودية شافوا جايبين منظار كبير بقى وبيبصوا على الهلال وحاجة تليسكوب محترم كده عمان مثلاً بيبصوا ومسك نظارة مكبرة في إيده والاثنين اختلفوا وبعدين تحصل خناءة إزاي عمان تخالف السعودية مثلاً الاختلاف في هذه الأمة مش ميزة ولكنه مرض روحي خلاف من أول يوم رمضان يمشي بقى من المستوى الدولي للمستوى الإنساني بقى على أرض الواقع الحاجة التانية أنه ده بيجيب لنا يعني ما جيءوا يروح جاي كده هلل علينا بمجموعة من الفتاوي والأسئلة العقيمة اللي تفضل أمة الإسلام تسألها جيل بعد جيل وتكررها جيل بعد جيل يعني بشكل مقزز جداً إيه اللي يفطر وإيه اللي ما يفطرش فتشوف مثلاً إذا دوق الأكل يفطر من إنك تدوق الأكل الست اللي بتطبخ إمتى يفطر وتبلع ولا ما تبلعوش وتفو ولا ما تفوش حاجة غريبة من الست اللي بتدوق أكلها ملح كويس ولا لأ لاستخدام الشطف الحمام يعني إيه فيه إيه إزاي الإنسان المسلم مش مؤهب روحياً أنه يفهم أنه الصيام صيام القلب والفكر والروح والتغيير الداخلي لكن ده مش موجود بيحصل لنا حالة تلوث سمعي ونظري وروحي من أسئلة عن الجماع للأدوية لاستخدام الشطف الحمام ويقولك لا حياءة في الدين شوفوا يعني العالم كله مثلاً دلوقتي فيه الجائحة الرهيبة دي وواحد كاتب نشوف الصورة اللي جاية دي هل المسحة واللقاح يفطر ولا ما يفطرش يعني يعني طبعاً معظمنا عملوا المسحة دي كتير جداً وحطينا عليها عاجل هل تبطل المسحة في نهار رمضان الصيام والإفتاء يجيب فبيقولك بقى أجابت دكتور محمد عبد السميع أمين الفاتوى بدر الإفتاء المصرية عن السؤال ورد على الدار هل تبطل المسحة في نهار رمضان الصيام ولا لا وانت وحزك بقى هتبطل ولا مش هتبطل هم غالباً قالك لا مش هتبطل لكن الفكرة الفكرة يعني المسحة دي بتتعمل ازاي حتة قطنة بيحطوها في بقك أو في المناخير ازاي ده يبطل يعني يعني هتشبعك مش فاهمة هتستطعم القطنة اللي بتاكلها دي يعني أنا مش فاهمة ازاي ده يبقى سؤال أصلاً لكن نتعلمنا وإحنا بنكبر كمسلمين إن أنا لازم كل حاجة أسأل فيها الشيخ ولا أضمن إنه هذا الإله يقبل صيامي ولا لا أصلاً قلبي مش صايم أساساً أنا بعمل عمل صوري هل ده معقول؟ وتطلع لنا بقى فتاوي والأسئلة اللي بتطلع عن الراجل اللي لا يستطيع إنه يمسك نفسه خلال الصيام في رمضان ويحصل إيه لو كانت شهوته زيدة وهل ده يفطره ولا ما يفطروش وإيه الحلول اللي تقدم له كلام ده كل نفكر هذه الحاجات اللي بييجي بيها شهر رمضان مجموعة الفتاوي اللي كل سنة بتتكرر بنفس الأسلوب ونفس الطريقة وهل يعي المسلم إنه قلبه لم يتغير خلال هذا الشهر سؤال النقطة التالتة يجيوا معاه موجة من كتم نفس كل اللي حواليك شرعا وقانونا أنت صايم المسلم صايم إذن فمش لازم حد لا يأكل ولا يشرب حفاظا على مشاعرك الرقيقة كان فكرة في فيلم اسمه إرحم ضعفي ولا حاجة زي كده المسلم ماشي اللهم إني صائم ما تقولش قدهمي أنا بتعذب أنت ما عندكش إحساس بيا أنت ملك وملك مشاعر الناس مش لو أنت صايم لربنا مشاعرك دي لازم تكون مرتبطة بربنا بس لأنه مصدر دينك بيقولك كده أنه اللي يفتر في شهر رمضان ده ممكن يتجلد وممكن يعاقب وحسب القانون ممكن يتسجن ليه؟ في البلاد الإسلامية في ناس دينيين كتير في ناس مسيحيين كتير أنا مالي أنا ما أكلش ليه ما أخدش فطاري وقهوتي ليه عشان أنت صايم الكتاب المقدس بيعلمنا أنه إذا كنت صايم قوم اخسر راسك وقلبس كويس وقوم بواجباتك في الحياة اليومية عادي لكن تعالى بقى ادخل في مخدعك واقفل عليك بابك وكلمني علف قلبك ده اللي ربنا عايزك تعمله ده اللي الإله الحقيقي بيقوله مش أنك تفرد على كل الناس اللي حواليك أنت يعني اللي صايم يفرد على اللي حواليه أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يتنفس بصوا كده التويتر اللي جاية دي في أشكال جديدة جدا كتيرة جدا للكبت وكتم أنفاس من حولك عبدالله رشدي طبعا يهل علينا بأول الفتاوي المجاهرة دون مبيح شرعي بالفترة في رمضان زنب يجب منعه بالقانون إذا كان الإنسان أو المسلم اللي جنبك فاطر ده زنبه ولا زنبك أنت مالك دي علاقته بالله مش بيك ضعفك أنت أنا مش بكلم بس على عبدالله رشدي عبدالله رشدي أصلا بيخرج علينا بفتاوي كلها تحمي نفسه وتحمي ذكورته وتحمي صيامه وتحمي عينيه وبصره ولكن هو يعني يسيء إلى أسمعنا وأفكارنا وحياتنا بكل هذه الفتاوي يعني بتضع الآخر في حكم المزنب الزنب بيني وبين ربنا مش بيني وبينك لماذا تفرض أمة الإسلام أن يعيش الجميع حسب قوانينها وترفض أنت أنك تحترم أفكار أو حياة الغير كل المسلمين بداية من شيوخ الإسلام إلى يعني العامة يبتدوا بقى يعلمونا العيب والحرام وما تعملش كده وما تشربش حتى مية قدامي ده أنا عطشان يا عامة حرام ما حدش قالك صوم السنة دي حاجة جديدة في دبي قرروا أنهم ما يقفلوش المحلات اللي الناس قاعدة بتاكل فيها المحلات اللي في دبي كلها ناس سياح احنا بقى في مصر ننزل الستاير ونقفل الببان ومنأكلش الناس يعني ما نجهرش بأكل الناس وممكن نسأل الناس انت مسلم ولا مش مسلم انت فاطر ولا صايم التدخلات بقى العجيبة لكن قامت الدنيا بقى وما عادتش علشان دبي قرروا ان هما يفتحوا المطاعم عادي ويرفعوا الستاير والناس قاعدة بتاكل عندهم سياح عايزين يبصوا في الشارع مش عايزين يكتموا ولا يخبوا اللي هما بيأكلوا بيأكلوا ولا بيشربوا ايه اللي علمه لك الصيام ايه اللي علمه لك الصيام ايه اللي علمه لك الصيام وفي العالم كله في منتهى الزكاء بزراحة يعني فالنهار ده نشرت لنا الصور اللي بينشروها الجزائريين المفطرين ليه الناس بتعمل كده معظم الجزائريين ناس مسلمين دلوقتي فيه عابرين كتير ونشكر ربنا من اجلهم لكن على فكرة مش كل اللي هينشروا الصور اللي زي دي اللي بيفصحوا انهما جزائريين مفطرين عابرين بالعكس هما ناس عاديين بيحترموا حرية ومحرية الانسان فبيقولك انس يعني ده المعنى بيقولك الصيام ما عمليش حاجة انا حر افطر اصوم ده بيني وبين ربنا ما تفرضهاش علي عايز تمنعني احط عليك على صورة هون الكابت بيولد الانفجار وفكرة اذا بوليتم فاستاتروا ده والمؤمن لازم يستاتر ومش عارف ايه انت ممكن تكون بتستاتر يعني وانت بتحاول انك تبين للناس ان انت صايم بس بتفتر في البيت بتستاتر من انه الناس تدينك لكن لا تستاتر عن ادانة الاخر ولا تستاتر عن الخناءات اللي في الشارع وادانة الستات اللي ماشي حواليك انت لابسة ايه يا ستة اللهم ما اني صايم كلام ده كله بنسمعه والستة تبقى لابسة عادية ما تقعدوا في بيوتكو انتو الدنيا صيام ما تتوبوا يا كفرة استاتر من الاخلاق المعوجة العقيمة اللي صيامك ما غيرهاش للأسف يبتدي رمضان واخناءات الشوارع يعني تبقى في كل حت وفي اخرها يقولك ايه اللهم ما اني صايم سبت دين على يعني كده عادي بس اللهم ما اني صايم مش كده الرشوة في الاعمال كل يوم بتحاولوا تخلصوها موجودة في عز النهار فتح الدرج في عز النهار والله ما اني صايم يعني الاخلاق اللي بنشوفها في الشارع وخاصة مع الرجال خاصة مع الرجال تفكرني كده باغنية صباح يجي رمضان وجنانه يزيد هو كده لان هذا الصيام انت بتصوم يعني الفكرة فيه انك المفروض انك بتقمع جسدك وانه المفروض انك بتدرب جسدك على انه يعني اللي بيعيشه الفقرة والكلام ده كله والحقيقة غير كده خالص المسلم اللي بيصوم النهاردة انت مش حر انك تختارت تصوم ولا لا انت مش حر انك تقدم لصيام للله ولا لا انت ما عندكش اختيار انت بتقدم صوم انت مجبر عليه فعايز تكبر اللي حواليك عليه لكن الرب في الكتاب المقدس بيقول كده مش ده الصوم اللي انا اختاره مش الشكل ولكن القلب صيام القلب والفكر عن الخطيئة وادانة الغير الصيام في الكتاب المقدس انا عملتلكو حلقات عليه قبل كده لكن الصيام في الكتاب المقدس هو حديث مع الله و يعني يتخلله كله في يومك انك تكون عندك حديث دائم مع الله في اللي انت بتقدمه له يا رب علمني اتعامل مع هذا الموقف ازاي مش كل يوم لكن احداث معينة مش كل يوم لكن لأسباب معينة بنصوم اذا كنا بنصوم كلنا ككنيسة او اذا كنا بنصوم كافراد الصيام يغير قلبك و ويخليك من العالم حتى تكون امام الله مش تبقى عايز تجبر العالم انهم يعيشوا حسب طريقتك انت الحاجة الرابعة بقى ان الصيام بيجي رمضان بيجي ومعاه كل الخرافات الاسلامية من سنة اكل الطمر على الفطار والطب النبوي وتشرب ايه وما تشرب ايه والكلام ده كله وفوائد الصيام ويعني اللي صدقناه وانحنا بنكبر عن انه الصيام ده كويس وبيفيد جسمك والانقطاع عن الاكل والشرب والمية والكلام ده كله وتظهر لنا بقى يعني الخرافات اللي احنا استقبلناها ويعني قبلناها كده من غير تفكير لانحنا فاهمين انه مصدرها اله لكن عندما تواجه بقى بالواقع الطبي والصحي والنفسي والكلام ده كله بنلاقي انها لا تستقيم ابدا ولما ييجي دكتور يقولك يعني الصيام للناس اللي عندهم الكلى الصيام للناس اللي عندهم السكر انقطاع عن الماء ممكن تصوم بس يعني تشرب مية بس تشرب كذا يقولك لا 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 ده كفر ومش عارف ايه شوف كده عجبتني او الصورة دي بتكلم عن الطبيب المسلم يقولك في باقي ايام السنة يقولك شرب الماء مهم للكلى فهو يساعد على التخلص من السموم ويحمي من الانتهابات والبكتيريا ومش عارف ايه وييجي بقى في رمضان يقولك اللي امتناع عن شرب الماء لمدة 8 10 او 16 او 20 ساعة في اليوم لمدة شهر مفيد للصحة ما هو الطبيب المسلم هيخالف الاسلام ولما ييجي طبيب مسلم يقولك لا يا جماعة ده ما ينفعش تقوم الدنيا وما تقعدش الحاجة الخامسة بقى انه السيام بييجي ومعاه خراب اقتصادي عايز اقول لكم يعني فكرة النهاردة كنت بفكر فيها كنت بقولي يعني المفروض الشعوب دي كلها بتصوم شهر يعني بتاكل واجبتين في اليوم واجبة الفطار وواجبة الصحول المفروض بقى ان الصيام مع التقشف مع الزهد مع الصلاة مع قضاء الوقت بقى مع الله والكلام ده كله يخلي العيلة توفر لكن لا يخلي البلد توفر يخلي الاقتصاد يتحسن لكن لا نشوف كده يعني بعض الاحصائيات بيقولك كده انه في شهر رمضان بترتفع معدلات استهلاك السلع الغذائية بنسبة 70% عن باقي الشهور السنة 70% في مصر يقولك ان استهلاك منتجات اللحوم والدواجن بتزيد بنسبة 50% 207 مليار غيف خبز و10 تلاف طن من الفول و40 مليون دجاجة تتراوح النسبة يعني في الارتفاع بين شهر رمضان والاشهر الباقية عموما يقولك انها تتراوح بين 150 لميتين في المال حاجة يعني توريك مدى انه مفيش نتيجة روحية تفيد من شهر رمضان ده بييجي ومعه خراب اقتصادي واخناقات في البيوت على الفلوس وهمي تشال على القلب للناس اللي معندهاش ويقولك بقى انه في جانب قصة انت بتأكل الفقرة قصة انت بتعمل مواقد الرحمن ومش عارف ايه بص الاقتصاد العام بتاع البلد وبص بقى مثلا يقولك في البحرين يقولك انه او يعني مش عايز اقولكو دول كتيرة لكن انه في ناس عندهم بيرموا نص الاكل اللي بيشتروا يعني فكر فكر انا كنت بتصور انه السيام غير كده كل الوخم والوقت الضايع والاقتصاد الضايع والكلام ده كله المفروض ان السيام مش كده الجديد بقى اللي جيبي السيام السنة دي عايز اوريكم فيديوهات لاطفال شيخ مسلم سلفي طبعا هنشوف الفيديو الاولاني وشوف الاطفال بيتكلموا على ايه وبيتكلموا ازاي وبيقدموا الحل ازاي شوف الفيديو الاولاني ايه ده ايه انا المسيح اللي مستني رمضان بفارغ الصبر ايه انا المسيح اللي مستني الزينة بتاعت رمضان ايه انا المسيح اللي مستني صوت المدافع والناس بتتجمع عشان الفضار. ايو انا المسيح اللي مستني مسلسلات بتاعة رمضان. ايو انا المسيح اللي شايف ان ما فيش حاجة اسمها مسلم ومسيح غير العبادة. ايو انا المسيح اللي بيعشق صحاب المسلمين. ايو انا المسيح اللي شايف ما فيش حاجة تنفع تفرق بنا. ايو انا المسيح اللي ديني بيقول كده لان الله محبه. حباب قلبي كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا ايه ده؟ ايه ده؟ معقول يعني هنصدق ونكذب ربنا سبحانه وتعالى انا عندي تعليقين مهمين جدا او شقين للتعليق على الفيديو ده واللي بعده انا عايز اقول حاجة انه اولا المقطع اللي هو بيقراء ده ممكن يكون تويتة حقيقية حد مسيحي حطها ومحطوط فيها تحتها صورة كاهن بيعلق فنوس رمضان طبعا انتوا عارفين في مصر وممكن يكون مثلا بيعلق الفنوس من بالكونت والبالكونت الجار اللي جنبه مفيش مشكلة ينو فيه اللي بيساعد جيرانه ويزواء الشارع مفيش مشكلة لكن لو انا هطلع علق فنوس رمضان في بالكونتي بقراتي فيها مشكلة لانه رمضان لا يأتي بفائدة روحية على الناس فانا عايز اكلم اولا المسيحيين لو التويتا دي او المنشور ده ايوانا المسيحي اللي بستلنا رمضان والمدفع والكلام ده كله راجع قلبك ولكل المسيحيين اللي بيتكلموا في الموضوع ده ويقولك انا واحد حاطت تويتا بيقول ايه طب ايه رأيكو نصوم شهر رمضان مع اخواتنا المسلمين اولا سيام رمضان ده اولا شهر رمضان ده السيام المقدم فيه مقدم للشيطان يعني فلازم تكون واخد بالك انه انت لما تشترك في شيء لازم يكون من الله فبلاش المبالغات في اظهار المحبة المسيح عايزك تظهر المحبة اولا في انك تشارك الكلمة الكتابية مع كل اللي حواليك نعم ممكن تصوم من اجلهم لكن تصوم من اجلهم صيام الكتابي اللي انت اتعلمتو من الله الصيام اللي يقولك انا هنقاطع في الصلاة من اجل جاري فلان ده حتى انه يعرف المسيح حتى انه الله يكون معاه في ازمته حتى انه الله يظهر له مسئوليتك ومسئوليتي هي كلمة الحق انك تقول لجارك كل سنة وانت طيب وانك تعمله اكلة ده يجي نمرة اتنين مفيش مشكلة انك تعمل كده انك تظهر محبة وتأكل الناس الجعانة في الشارع مفيش مشكلة لكن لازم نفحص قلوبنا اننا نكون بنصلي من اجلهم حتى يعرفوا المسيح انه انا ما استخباش من ان انا قدم كلمة الله لما جاري يخبط علي ويقول لي انا مسلم وشفت رؤية بالمسيح عندك كتاب مقدس ما خبش منه وقف الباب يفوشه كتير من مسيحيين بيعملوا كده فانا بسأل كل مسيحي يبص لقلبه امام الله انت بتأدي رسالتك كمسيحي ولا لا لكن الوجه الاخر بقى انه الفيديو ده بيقدموه تلت اطفال اكبرهم ميبي تلتاشر اربعتاشر سنة ما يحدث في هذا الفيديو هو جريمة انسانية وحنشوف ليه نشوف الفيديو اللي بعد كده شوف بقى الاطفال بيقولك ايه ده وانا هسدق المسيحي ولا هسدق ربنا ويروح بقى ايه راصس ايات قرآنية تفضل ده حتى ربنا بيقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم معقولها انسدق وانكذب ربنا سبحانه وتعالى قال الله تعالى ان تمسسكم حسنت تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها معقولها انسدق وانكذب ربنا سبحانه وتعالى قال الله تعالى وودوا لو تكفرون معقولها انسدق وانكذب ربنا سبحانه وتعالى قال الله تعالى قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر معقولها نصدقوا نكذب ربنا سبحانه وتعالى قال الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنوا معقولها نصدقوا نكذب ربنا سبحانه وتعالى قال الله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم خدنا بالنا أنه يعني الآيات اللي استخدموها كلها آيات كرآنية بتزرع في قلب الأطفال دول ويعني من نعومة أضافرهم الكراهية لغير المسلم كيف تجهز قلبك أمام الله وأنت تبدأ بالكراهية اللي حصل في الفيديو ده جريمة يعاقب عليها القانون لأنه الناتج عنده أطفال عقولهم بتتشوه بيتحولوا الإرهابيين بيتبلدوا عن محبة الغير وبيتبرمجوا من السن ده يدربوا على الإرهاب في رمضان بنشوف كل اللي تزرع من الأفكار الإسلامية بيطفوا بقى على السطح والناتج صفر الناتج صفر الإنسان اللي عايز يعني يقدم الإنسان المسيحي اللي عايز يقدم محبة للحواليه يمكنه أن يقدم محبة بكل الصور ولكن إن لم تبدأ بكلمة الله وقول الحق أنت أغفقت إنك توصل الناس دي لبداية الطريقة عايز أوريكم آخر سلايد عندي النهاردة وهو يعني أما شفت التويتا دي قلت الحقيقة إنها الناتج اللي بيحصل من زرعة أفكار سودة زي دي في قلوب الأطفال دول بيقول كده واحدة رهام عبد الرحمن بتقول كده لفتة يعني يعني بس إيه انتبهوا كده الناس اللي هتضطر تفتر على الطريق في أيام رمضان القادمة بإذن الله بواسطة أهل الخير على الطريق ياريت تتأكد إنها تفتر على يد مسلم لأن الواحد بيشوف حاجات غريبة وتدخلات رهيبة من قبل النصارى ففضلا احرص على إعطاء المسلمين أجر إفطار الصائم دي النتيجة لما رهام دي وأمثالها والأطفال دول اتزرع فيهم التفرقة من يومهم بقى أنا يعني لو أنا عطشانة وتعبانة وصايمة ووقفة في إشارة ساعتين في رمضان واحد جاي ديني كباية ميا ولا لقمة أكلها عشان أفطر عليها هأسألوا حضرتك مسلم وإلا مسيحي شوف التفرقة اتزرعت في قلبهم هاخدها منه وأنا مش راضي خسارة فيه السواب اللي هياخده على فكرة المسيحية السواب والعقاب فيها مش بالشكل ده الإنسان المسيحي الحقيقي بيبقى عايز يقدم محبته بكل الصور المتاحة إذا كانت بلقمة أو كباية ميا أو كلمة عن محبة الله ليك فدي محبة حقيقية مزروعة فينا من محبة المسيح اللي فينا وأنا كعابرة بقول أنه زمان ما كانش ممكن أفهم ده وكان سيومي تأديت واجب بخلص اللي علي عشان حقف قدام إله هيعقبني وهيقزيني وهيحسبني على كل نفس لكن بعد ما عرفت المسيح عرفت إله مات من أجلي أعطاني حياة ويعطيني فرصة كل يوم لأن أنمو في محبته ومن خلاله محبة الآخرين أنا أسفة أن يقول لكم أنه مفيش حاجة تهيص عليها رمضان لا يأتي بخلص نفسك ولكنه يأتي بمشاكل ومصائب كتيرة بتعاني منها كل يوم انتبه هل هذا يعني الركن العظيم من أركان الإسلام عمود من أعمدة الإسلام يغير قلبك وفكرك وحياتك وحياة من حولك أم لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة